المقابلة الشخصية لقد انتظرت كثيرا اليوم نعم لقد انتظرنا كثيرا أنا حقا لا أعلم ماذا يحدث في المقابلة الشخصية وما أهميتها المقابلة الشخصية هي نقاش بين شخص مع شخص آخر أو شخص مع عدة أشخاص بغرض جمع المعلومات اللازمة ويتم الحوار من خلال طرح مجموعة من الأسئلة من المسؤول عن التوظيف وتتطلب من الشخص المتقدم للوظيفة الإجابة عنها هناك أهمية للمقابلة الشخصية لصاحب العمل من جهة وللشخص المتقدم للوظيفة من جهة أخرى لنبدأ بأهميتها للشخص المتقدم للوظيفة تستطيع من خلال المقابلة الشخصية أن تفهم جيدا متطلبات الوظيفة ويجب أن تظهر قدراتك الفنية والمعرفية التي تتلاءم مع متطلبات الوظيفة المتاحة وعليك أن تعرض مؤهلاتك وخبراتك بمرونة وطلاقة مدعما بما هو مكتوب في الأوراق المقدمة كالسيرة الذاتية وتساعدك المقابلة الشخصية أيضا في الإجابة على بعض الأسئلة التي تدور في ذهنك حول الوظيفة وبعض المميزات المالية هذا جيد شكرا لك يا لها من معلومات مفيدة وما أهمية المقابلة الشخصية لصاحب العمل؟ تساعد المقابلة الشخصية صاحب العمل في التأكد من صحة المعلومات الواردة في السيرة الذاتية وفي الحصول على معلومات حاسمة لاتخاذ قرار التعيين والتعرف على مقومات الشخص المتقدم للوظيفة وبعض السمات الشخصية أيضا وخصوصا تلك التي يحتاجها العمل